السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم. ونوصل مع بعض تسجيلات مادة الانف والازن والحنجرة. ونوصل مع بعض تسجيلات ومع اخر تسجيل في وهي دايما زي ما احنا متعودين في اخر كل شبتر بنحط حاجة اسمها اللي هيا لها اهما كزا موضوع اساسي بتاع المحاضرة دي. اللي هو او ماشي? هو موضوع المحاضرة النهاردة. هنتكلم عن اللي هو الشخير اللي هو الاختناق او التوقف التنفس اثناء النوم. وهنتكلم عنهم كمرض مهم جدا جدا جدا. وفعلا مهم جدا في حياتك العملية وهو مرض زي ما هنتكلم عنه بعد شوية هو مرض له مضاعفات كتيرة ومهم جدا وهكوما جدا. اللي هو توقف التنفس اثناء النوم واللي بيزهر برضو في شكلش خير او والمرض ده مهم جدا ويكاد يكون هو صميم تخصصنا كان في اوزن وحنجرة. ومنسبة كبيرة من عملياتنا بتبقى لموضوع السنورنج والابستراكتف سليب ابنيا لتحسين التنفس اثناء النوم لان التنفس اثناء النوم مهم جدا جدا. الاول احكاية السنورنج ابنيا هم اللي تندا بيجوا مع بعض الاول ايه هو السنورنج وهو البستراكتف سليب ابنيا وهو لازم اللي تندا بيجوا مع بعض ولا ايه الموضوع ده اللي هنقوله في الديفنيشن. السنورنج اللي هو الشخير الشخير اللي هو ماشي؟ ماشي؟ طب ليه الشخير؟ للصود ده بيحصل اسناء النوم بيحصل نتيجة ايه اللي طلع الصود ده يعني? اللي طلعو انزا فاركس السوفت تيشو اللي موجودة في الفاركس خاصة اليوفيلا ماشيق والبلد حصل لهم اهتزوا اسناء وانت بتقول نفس او اسناء الاتنين اهتزوا مع حصل لهم مع مرور الهواء فلما حصل حصل يبقى هو بيحصل اثناء النوم سبب وزا فاركس ايه يا سوفت تيشو تحديدا كل الفاركس على فكرة بيهتز اثناء الشخير بس اكتر حاجة بتعمل صوت عالي اليوفيلا اليوفيلا اللي هاي الميدال دي لها من فوق دي اليوفيلا دي بتهتز جامد اوي 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 تهتز زي الموجة كده وايه وتعمل صوت عالي والصفت بلد والصفت بلد تمام؟ ماشي؟ طيب ايه اللي خلى اليوفيلا لو الصفت بلد دي تهتز ايه اللي خلاها تحصلة حاجتين حاجتين مهمين جدا هما اللي عملوا وهما اللي هيعملوا السليب ابنيا نفس بس اشد هما اساس السليب ابنيا عشان يحصل لازمان الحاجتين دول مع بعض. والسنورنج بضبط من الحاجتين دول مع بعض. ايه هما? الحاجة الاولانية ماشي؟ طب ليه عمل للسوفت تيش وبص معايا اه صورة الرمزية دي لو تفتكر كان فيه شوية قوانين في الفيزياء قيمة على مرور السائل او مرور الطيار الهواء جوه انابيه بفاكرين كان يقول لك لما نيجي نعدي مية او سائل من انبوبة ماشي طالما انت محتاج تعدي كمية معينة من معدل معين لتر في الثانية مسلا فلو انت عديت نفس الكمية دي من انبوبة كبيرة غير لما تعديها من انبوبة صغيرة فلو افترضنا الكمية اللي احنا متكلم عليه دي هي هو الشهيق والزفير بتاعك الشهيق والزفير بتاعك لما يعدي من انبوبة كبيرة غير لما يعدي من انبوبة صغيرة لما يعدي من انبوبة كبيرة بيبقى الفلوسيتي والسرعة قليلة الهواء بيعدي بسرعة قليلة لكن لما يعدي من انبوبة دقيقة لازم ان يعدي بسرعة عالية عشان يعرف يديك الريت اللي انت عاوش ويديك النفس فلما الهواء بتاعك يعدي من انبوبة واسعة ارويه نظيف واسع جميل يعدي على مهله وبهدوء وما فيش اي ولا في اي مشاكل لما يبتدي بقى يحصل والهواء يعدي في انبوبة دقيقة يحصل والدنيا تبقى سريع ويبقى في الطيارة زي ما بنفخ بالزبط في قلب ايدي ويعمل اقفولة كده ايه اللي بيحصل بنفخ وصاد حاجة ريئة فالهواء بيعمل تربلانس فبيعمل بيعمل بيعمل الصوت نشيل تمام بس كده فاول حاجة تاني حاجة بقى تعمل وتعمل الصوت دي هي طبيعة دي نفسها يعني لو هي ضعيفة مش هتستحمل فيحصل لها فتعمل الصوت بتاعي مش هنالزا قال ليه من شوية مين لي صوت بلت واليوفيلا شميعنا صوت بلت واليوفيلا علشان دي تشهد عائفة وما فيهاش مزلز او مزلز فيها قليلة مزلز الموجودة في اليوفيلا قليلة فبالتالي بيبقى في مزلز فبالتالي ممكن يحصل لها ويحصل لها اهتزاز وكلا فكل ما زاد الضعف كل ما اصبحت مسلا يوفيلا طويلة كل ما تبقى صوت تشهد عائفة ومش قوية والمزلز المسكها ضعيفة اه يحصل لها مع الهواء وعشان كده بيصل اثناء النوم لان الواحدة اثناء النوم بيبقى العضلات بتاعته ملخ راخة عشان كده بيحصل الواحد نايم ماشي تمام دي فكرة ان هي حاكتين عمل معا خلاها تعرف تهتز ماشي وتعمل افتكر انين دول هما المفتاح بتاع بتاع سليب ابنية وهما دول اللي يفاهموك يعني ايه سليب ابنية ويعني ايه الدرس ده كله ان في عندنا مشكلتين كبار وعندنا في الولز بتاعت ده بالنسبة للسنورنج الصوت اللي بيحصل نتيجة السليب ابنية بقى مش بارشا ده البارشا التحول الى ماشي 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 يموت يعني انا هيموت يعني ولا يقول لك لا اول دايما ان السيناريو بتاع مريض اللي بقى ابنية ان النفس بتاعه بيقف عشر ثواني وبعدين ان لحد ما الاكسوجيني يهل والموضوع يوصل الخطر المخ بياخد باله ان الموضوع بقى بقى كارسة المخ بيدي معين ده بيستعيد تاني سواء ده ان يحرك لسانه يحرك جسمه على بعض ويوم يصحى من النوم واخد بالك كمام فبالتالي ايه الموضوع بيبقى ايه ففترات لو الفترات دي بقت اكتر من عشر ثواني يبقى ده خطر اكتر من عشر ثواني خطر يعني عدد في حداشر ثانية اتناشر ثانية اتناشر ثانية اتناشر ثانية دي خطر لو الخطر ده تكرر عليه وهو نايم اكتر من تلاتين مرة اثناء النوم اللي هو النوم المتوسط للنسان الطبيعي سبع ساعات نوم لو اكتر من تلاتين مرة كل مرة فيه من النفس بتاعه ايه فاكتر من عشر ثواني يبقى الموضوع خطير يبقى المريض عنده ابنيا سندروم ده التعريف الموجود عنده في الكتاب تاع فيه تعريفات تانية معقلة اللي فيه حاجة اسمها تانية هيبوبنيا مش مجرد كمبيليت ابنيا فيها هيبوبنيا يعني قال اكتر من خمسين في المية واخد بالك وبنجمع الابنيا مع الهابوبنيا ففيه معدلات تانية وعالكلام تاني كبير في الموضوع ده مش عليك لكن انت عليك ان لو الابني دي تكررت كتير ماشي والنفس بتاعه بقى بيكتم كتير هي ايه هيبقى هو كده ابنيا سندروم طيب السؤال بقى دلوقتي هل في علاقة بين السنور سنورنج وسل Sherlock ابنيا انت بتلي السنورنج بارشال ابستركشن والواكنس في الماسل ماشي على علمك السلاذب ابنيا برضو بارشال ابستركشن والوقنس في الماسل بس البارشال ده تحول تحول الى ماشي معنى كده ان السليب ابنيا درجة اشد من سنورنج بان تاني اسليب ابنيا درجة اشد من سنورنج ليسي ايلك مش ذلك ب mockery تحول لكمبليت هو بدايته كان وبعدهم فجأة 나타�ination فالمخ انتبه فصلح الموضوع وبعدين راجع انام تاني فقلب فالمخ انتبه وهكذا فالسليب ابنيا هي درجة اشد من ماشي السليب ابنيا والسنورنج هما الاتنين نفس الميكانيزم والاتنين ايامين على الفكرة والسليب ابنيا الدرجة اشد من السنورنج وبناء عليه ناخد القاعدة دي بقى اللي هي بتقولك ايه? بتقولك ولكن مش كل اللي بيشخروا عندهم سليب ابنيا تهام? فكل الناخ مرضى عندهم ابنيا عندهم سنورنج ولكن العكس غير صحيح ممكن يكون عنده جامد جدا وبيعمل صوت عالي جدا بس عمره مايوصل لدرجة عمره مايوصل لدرجة مجرد بقى تيربلنس بيزودوا الموضوع ده شوية بس عمره مايوصل لدرجة ماشيين? الباص في السيولوجي بتاع ابنيا لسه اقيل لك من شوية ابنيا معناها ايه? ان اثناء النوم بيحصل وليفرق بين ابنيا من النوع تاني اللي هنقول كمان شوية ان ابنيا بيحصل اثناء النوم ماشي نتيجة نتيجة يعني ايه? يعني المخ اده اردر للدفرام انه ينزل والدفرام عمال يحاول يشفط الهوى بس مش قادر. في حاجة قفلة. فيه فيه اردر في نورمال يعني ايه نورمال يعني فيه اردر راح للدفرام. علشان يتنفس الدفرام حاول يشفط هوا ما اقدرش. في حاجة سد على المجرى. ايه اللي سد المجرى? ايه اللي عمل ابنيا? نفس الكلمتين اللي تقوم لك. ازاي هرسب? هشرح لك على نفس رسمة الانبيب دي برضو. الانبوبة الواسعة دي اللي احنا اقول لها فيها الطيار الهوى بيمر فيها بهدوء ما برضو بيمر فيها بهدوء. وبيمر بفرق مش عالي يعني ايه? يعني انا عشان احصل على نفس كمية في الانبوبة الواسعة دي محتاج اعمل فرق بين النقطة دي والنقطة دي فرق بسيط. عشان امرر الهوى في الانبوبة الواسعة دي. لكن لو عاوز امرر نفس كمية الهوى في الانبوبة الديقة دي هحتاج اعمل فرق بين النقطة دي والنقطة دي عالي عشان عارف اشفط الهوى من الانبوبة دي بمعنى صح ان لما يحصل عشان تحافظ على كمية بتاعتك محتاج ان الديافرام يشد الهوى بقوة كده علشان يعرف يا عبدي يتنفس من الحتة الديقة دي فلازم ان الديافرام يشتغل بقوة ويعمل عالي فالبارشة هيعمل لك هيكبر الديافرام انه يعمل عالي لما يجي يعمل عالي عشان يعرف يتنفس ده ممكن في لحظة ينقلب عليه ازاي? زي اللي بيتنفس من كيس جرب كده هات كيس كده هون فوق فيه هتلاقي كيس اتنفخ جرب كده اتنفس من كيس هتلاقي كيس الكرمش واتشفط وحصل كل لبس وبعد كده ما بدتش تقدر تتنفس من كيس ليه لان كيس الجدار بتاعه الكرمش هحصل كل لبس اوه نفس الكلام النيجاتف برجر الجام ده دي اللي هي سببها بارشة عملت كلابس للفاركس الفاركس حصل لكلابس لما حصل لكلابس حصل لكلابس ايه اللي هحل خلال المطاعدة ده هسلكم بلد كلابس ادي منظر الكلابس هو اهو اهو بيتنفس بس من مجره هو دايق فبينما هو بيتنفس من مجره هو دايق في مرة من مرات ودافرام بياخد نفس جامد رح ايه حصل ايه نيجت البرجر العالية نيجت البرجر دي رجعت الاطنج الورا رجعت الصفوط الانتروبوستيريور. حصل كلابس للفاركس. الكلابس ده افل. ايش معنى بيحصل اثناء النوم? ايش معنى بيحصل اثناء النوم? لان ده العامل التاني مش انا لسه ايه لك اهي. اهي. اللي بيحصل في المرحلة المرحلة النوم العميق. العضلات بترخرخ. ماشي? زاد المصل اللي هي مسؤولة عن الجدار بتاع الفاركس. العضلات القوية جدا. وهي المسؤولة عن ان الفاركس ما يحصلوش كلابس. تمام? زاد ازا ازا فاركس ازا فهمت الجملة دي? الموضوع كان حصل المفروض المصل تقف ضده. وتمنع المصل ما يدريتش يحصل كلابس. ماشي? دي الفكرة. يبقى اللي موضوع برايته عامل ده اه المفروض انه يعمل كلابس. ايه اللي بيمنع قوة القوة مثل قوة الفارينجر المصل. لو الفارينجر المصل بتاعتك الاخراخت هيحصل كلابس. هيحصل كومبليت سليب ابني. ودي فكرة الابستراكتب سليب ابني. برضو ايمة على نفس الفكرة. بارشي الابستراكشن وويكنس. بارشي الابستراكشن خلت الاكبارة الديافرام انه يعمل عالي عشان يتنفس. ده اعمل كلابس. الكلابس عشان يحصل لازم ان فيه لازم نكون عضلاتك ضعيفة عشان كده بتحصل اسناء النوم. فلازم ان وعشان كده مش كل الناس التخان بيشخروا. او بيتخنوا بالليل. انا في ناس واحدة ليه تخنوا وما بيشخر واحدة ليه تخنوا وبيشخر. وحفاهمني الموضوع فيه اختلافات كبيرة. فيه موضوع اللي هو علاقة بالماصلز والاكبستراكشن. ماصلز واكبستراكشن. هي دي فكرة سليب ابني. ماصلز واكبستراكشن. احنا كجرهين بنحقب بنعرف نصلح الموضوع المصل ده موضوع كبير. المهم يعني خلاصة الكلام قايمة عن نظريتين دول. ماشي? ده فكرة سليب ابني. طب ايه بقى السنترل سليب ابني? لو سنترل سليب ابني دي مش تبعنا. واحد شرب كحول ولا شرب خمرة ولا شرب مورفين. ودخل نام. ممكن يموت فيها. مش بسمي ان واحد شرب حاجة مثلا مش كويسة ونام وصحي لو ميت تمام? ايه اللي حصل? منو زود في الخمرة ولا الكحول في اللي حصل. حصل في بتاع المضالة وبلونجات نفسه بقى نايم. او ممكن يكونوا صاحي بس اللي بتعملوا اللي هي اللي بتعرف اللي بتعرف اللي إلحى دا سنوكسير الكربون عالي والأكسجين قل. إلحى يا عم انت اصحى خل الدفرام يتنايل على العين واخد نفس. الكيموريسبتر اللي بتبعت اشارات للمضالة تولد وهم صوبة صورة عندنا. بايزة. ماشي? نتيجة. اشهر حاجة اللي هي ده? الادوية والتساممات والحاجات دي. ماشي? فده بيخلي من الاخر يخلي نفسه مداش فحصل سنترس دي بقى مني. طب ينفع ميكس? ينفع ميكس. واحد تخين وشرب خمرة ونايم. واحد تخين اصلا وبيشغل عنده عنده بصراكس الابنى سندروم. وبتخيني بالليل هو نايم. واك راح اشارب له كمان نيزاستين خمرة كمان على حبات مورفين ولا حاجة. تمام? قشطة كده فدخل النايم طبعا مش هيصحة يعني. هيحصل لهم ميكس سليب ابني وهم من ابستراكتب وهم من ايه سنترل يعني. ماشي? تمام? ده بالنسبة للسليب ابني. التيولوجي اف بستراكتب سليب ابني. اللي يعمل الامراض اللي تعمل لنا ابني. ليس هيلك من شوية ان الموضوع حاجتين ويبقى الموضوع حاجتين حاجة تضرب المسل او تضرب الوول نفسه بتاع فاركس يبقى ضعيف. حاجة تعمل الحاجة اللي تضرب المسل هنحطها تحت جينرال. جينرال كوزيس. ماشي? والحاجة اللي تعمل هنحطها تبقى. العضلات نفسها ضعيفة. العضلات نفسها ضعيفة او ورمة. ورمة. وهي اللي اهم عندنا هي ورمة. ان اللي سنت خين ووارم. ومش شغال كويس لانه وارم. اه. لامة وارم يعني معبي مية في اديمة. لامة ما وارم معبي دهنة. معبي دهنة اه. الناس اللي بتلاقي راعبان تخينة دي هي من برا تشافي راء بتو تخينها. من جوه السان وتخين و insan выбrat تخين والبالة تخينة تخينة واليوفلة تخينة. والدنيا دي كلنها خربانة والتخينة تمام? هتلاقي في دهون تحت في صب ميكوزة اللي بتاعة الصب ميكوزة دي هتلاقي فيها فات سالس. تخير انت عندنا ميكوزة صب ميكوزة مصر هتلاقي الفاتس اللي قاعد في الصب ميكوزة واعد في المصر. بك الحس كده انه عنده فاتمية في كل حتة. فيه فات في كل حتة. ماشي? فده دي الخاصاتها ميكون من نوع اللي بيسموه يعني الدهون مسكة الرقبة ومسكة البطن والترنك. ماشي? فالاديمة. طب ايه الاديمة بتاعة اللي هي هايبوسايرويد. العيان بتاع الاكرو ميجالي. الاكرو ميجالي ده معنى الماندو بالكبير والدنيا حلوة والدنيا واسعة. بس لما تجيشوف اللسانه ولسانه قد اللسان يا رباني عرفين يا ربا لاش تشبيهات المهم اللسانه كبير جدا. ماشي? تمام? فتلاقي مريض الاكرو ميجالي ده تلاقي عنده ماشي? تمام? وهكذا. فالحاجة دي كلها تعمل اديمة في التشوت خلي التشوت ضعيفة ومش تقدر تستعمل فتلاقي الطنج ده مع اي حاجة روح وايعة. مع اي روح وايعة على طول. ماشي? حاجة قفلة. مش شرط يكون في في هو اهم حاجة عندنا منطقة الهايبو فاركس على فكرة. هي المنطقة دي ريجل ما تشاهد فيه بس على فكرة لو سادت هي عامل فلو حاجة قفلة زي سيبتم بو بس حاجة بقى تخطها في النوز بقى حاجة بولب في النوز. اه اي حاجة قفلة النوز دي واحدة من فاكتور. النيزوفاركس اهم واهم. النيزوفاركس غير الادينويد. احنا عادنا نكلم في الادينويد وعادنا نقول اغاني. في الابسترقتب سليب ابني في الادينويد. فالادينويد دي مهمة جدا. الادينويد دي تتعمل لك صليب أبني على طول لان لان النيزوفاركس ده بزايệt أبي تحس أن يعني النيزوفاركس يا ليه الهيميو فارس دول هم حاقتين من ال fizerكمان النيزوفاركس quèهم ياographs دول ههم حاقتينinde يعملوا السليب أبني النيزوفاركس والهايبوفاركس النيزوفاركس و Close a hairbir så physical and taxes and Aurophさいعمر 2 نصو بها غالبا نصو بها إيه és tout بها tillul حاجات دي صاح ماشي tout تنزل وحاجات التنزل بتعمل سليب ابني وكده. الاسباب التانية دي معلش هي محروض نظرية ان تابع الهايبوفاركس. الاسباب اللي هي خاصة بالطانج بيز. اللي هي جزء الخلفي من الطانج. الجزء الخلفي من الطانج ده. ماشي تمام? آآ لما بيسقط بيقق على تحت شوية. في اعتبر بس عموما احنا انا هتطولك تابع الهايبوفاركس. اللي هي حاجات الخاصة بالطانج بيز. ماشي? اللي هي ايه? ريت. اللي هي ايه? طب. اللسان كبير وفمناها. طب ايه بقى مايكروناسيا دي بقى مايكروناسيا يعني مايكروناسيا الاول يعني اللي هي صغير? لا. مايكروناسيا يعني الماندبل صغير. وفي مرة تانية يشبه اسمه ريتروناسيا. دي عفكرة جي سايلان مايكروناسيا. ريتروناسيا دي معناها ايه? معناها ان الماندبل راجع لورا. وسواء مايكروناسيا او ريتروناسيا الماندبل راجع لورا. فالماندبل لما بيرجع لورا بياخد معاعلة لسان لورا. فبيديقلك في المطاقة دي. ماشي? مايكروناسيا وهم جدا مايكروناسيا دي على فكرة. انت في عينين بيخش عليك في العينة بقول له بقى سألهم انت شخير ملاقي ايه? يعني ايه? مشكلتك الشخير صح ولا لا? اقول له انت عرفت من ايه يا دكتور. مع انه اللي عام لك منزر الماندبل اللي راجع لورا. الناس اللي عندها الماندبل صغير وراجع لورا كده. وتلاقي بققق شفيته بالدمينة طالعوا قدام. والماندبل راجع لورا. المنزر ده سليب ابني على طول. ماشي? تمام? لتيجت ان الماندبل راجع لورا والسان راجع لورا. التركيبة دي تركيبة دي تعمل سليب ابني. ماشي? يبقى النزو فاركس والاورو فاركس اللي هي او الريترو فانيجر ماس وهتضيف عليهم بقى ايه? حاجات بتاعت تمام? اللي هي اه اه ومايكرو ناسي. الهايبو فارينجي بقى اللي احنا هنقول الامراض الخاصة اهي الامراض الخاصة بلاركس هتعمل ابني او هتعمل سترايدور? قالك لا. لو الامراض الخاصة باللاريكس موجودة في منطقة يبقى هي مالي ابنية. ماشي? تمام? لو من اول بتاع الكورد فما تحت بتبقى مالي مشكلة المريض ده سترايدور سواء صاحي او نايم. مش هتفرم معا بقى ساعتها ايه? آآ سليب ابني او لمسليب ابني. هيبقى العين من نفس المخنو صاحي او نايم يعني امراض اللي تضرب تحت بوكال كورد يبقى عنده مشكلة في التنفس سواء صاحي او نايم. عنده سترايدر مش سنورنج. ماشي? لكن يعمل ممكن يعمل سترايدر ويعمل برضو سنورنج. ماشي? تمام? فالايبو جلوتس لو فيه مشكلة اللي احنا قلناها والهايبو فارنجة الاليمة. تمام? وتيومر وزهايب وفاركس اللي هيبص الكوركوير وبايرافورم وفصة الحاجة دي كلها ممكن تعمل ايه? سليب ابني. ده بالنسبة للاسباب. التالي عم بقيت تقول لي سليب ابني يا مرض مهم. سليب ابني يا مرض مهم لانه اول حاجة مرض تاني حاجة مرض بيعمل مشاكل. سواء مشاكل على مستوى الشخصي او على المستوى العام بقى مضاعفات يعني سواء مريض نفسه يحس ان حياته جحيم. ماشي? وفيه كديرة او مش متخيل انها كلها من اللي بستركت في سليب ابني. ايه هي? مرض اللي بستركت في سليب ابني بيأثر عليك وانت نايم وبيأثر عليك وانت صاحل. ايه اول حاجة عزي ما انت عارب فيه. وفيه وفيه في حاجات بالليل وانت نايم وحاجات وانت صاحل. بالنسبة لبلليل. بيشتكي من ايه? بيشتكي من شيخير زي ما قولنا وسليب ابني. ايش خير بيشتكي من لود ومراته طلبة طلاقة وبتاعه مش عارفها تنام منه وبتاعه وعملها بشكل اجتماعية وكل اليوم عند اهلها وكده وجوزي بيشخر مش عارف انام منه. ماشي? دي مشكلة. تهم? العين كل جوية بيسحب وسط انهم مش منتظم بيحصل بريدو في ابنيا. ودور انجزا بريدو في ابنيا. الريسبياراتوري افورت اه اه على اوبزورفت يعني العين بيجيروا فترات مش قادر تنفس بس مراته طولك انا بشوفك بحس انك بتخنق يعني عملت حاول تتنفس. عملت حاول تاخد نفس كده ومفيش هوا بيطلع. تهم? ففيه ومش قادر تتنفس. ماشي? تمام? عملت تقلب عشان تعرف تتنفس. ماشي? ممكن تصحى من النوم عشان تنام. وممكن المخ بقى دي بتبقى في الاطفال اكتر المخ علشان خاطر يصحيك. عشان خاطر يصحيك. ممكن يعمل حركة زكية قوي. يعمل لك حاجة اسمها ايه? كابوس. او بمعنى صاحب بعض الناس لما الاكسجين بيقل في الدم المخ يترجمها على انه اه وهو نايم في عقله الباطن يترجمها على انه كابوس. على انه وحش بيجر وراه عبريد بيجر وراه. اه واخد بالك في حريقة في البيت فيه دخان في بتاع كده كوابيس دي ليه تفسير كيميائي ان عنده هايبوكسيا. فالهايبوكسيا دي المخ فترجمه هو نايم في كابوس. يعني هو نوم وكله كوابيس. واخد بالك وممكن في الاطفال يحصل دكتورنا من النوريس از يعمل على نفسه. ناشي برضو من الهايبوكسيا. ما هو نايم. في النهار بقى اللي هيحصل بقى. القرآن اليه قال واجعلنا نوم اكم سباتة واجعلنا الليلة اللي بازها. فالنوم ده سباتة يعني ايه? يعني واحد ينام عشان جسمه يرتاح. عشان تاني يوم هيصحى هيشتغل وهيعمل شغل. فبالتالي لو ما نمش بالليل كويس. هيصحى هيصحى مش كويس. ممكن ينام في رس النوم. رس النهار. ينام في وسط النهار. ينام وهو قاعد في المحاضرة. هو قاعد في الدرس. هو قاعد بيعمل اي حاجة بينام. مش مش مركز. ما نامش كويس. مصدع. مش خدش بقى الكمبليكيشن برضو. كمبليكيشن اسناء النوم واسناء النهار. اسناء النوم لقوا الستروك والازمات القلبية والجلطات وكل البلايه والاريزميا لابوكم بتحصل بايله وهو نايم من السليب ابني. ماشي? وكمان لقوا ان مع كترة الكتاب من نفس اسنان ان هو بيعمل حكس مع ومنكم ده يؤدي الى اقصاد من الكاردياك. ماشي? نتيجة ان مش قادر يتنفس. مع ممكن القلب مقدرش يشتغل. فيحصل صدر ندس بليه الاسنان النوم وهما لقوا ان الجلطات والحاجات دي ليه علاقة بس ليه بقى ابني جدا جدا. اللي اهم من كده بقى ان بالنهار هتلاقي ضغط الدم بتاعه عالي برضو ضغط الدم بتاعه عالي ليه? دي بقى المونر هيبرتنشن دي سيستيميك هيبرتنشن. هتلاقي فيه سيستيميك هيبرتنشن. ليه? لنفس النظرية وجعلنا ناومكم سباتة. ماشي? فالنوم ربنا خاله عشان الجسم يريح. لو ما نامشي كويس وضغطه الدم بتاعه منزلش بليه الاسنان النوم. هيصحى الصبحية ضغط عالي. لانه ما انا مفروض بفترة الليل دي الجسم يريح. ضغط يوطى. اه زي بالضبط ما بتطفي الجهاز عشان تريحه. يقول لك الجهاز السخن يطفي يعمله شده وانه ريحه شوية عشان يرجع يشتغل تاني. نفسي الكلام المفروض ينام يطفي. هو ما انا ما نامش. الجهاز ما تطفاش. فيصحى سيستيميك هيبرتنشن. ممكن من كتر دي ممكن هو مش مراكز يعمل الحادثة عربية. وممكن عشان دي يروح الفصل. مش مراكز مع المدرسة فيجيله وبقى متأخر في الفصل ومتأخر في الدراسة. ماشي? نخش بقى بالنسبة الفحوصات اللي انت ممكن تعملها المريض دي ما عندكش غير هدفين تعمل بهم الفحوصات دي هدفين. هدف الاولياني عشان تأكد ان المريض ده عنده فعلا وعنده فعلا انكتام في النفس بالليل اثناء النوم وعنده مشاكل في السليب. وبيقف البريسنج اكتر من عشر آآ ثواني ويتكرر تلاتين مرة في السلسات يعني الموضوع في معادلات وحسابات. فدياجنوز حاجة اسمها عشان تعرف تدياجنوز ان فعلا عنده ابني والنفس وبالكتب بالليل هو نايم اكتر من عشر ثواني. محتاج تعمل له حاجة تدياجنوز 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 التانية تدياجنوز ايه اكتر بيحصل عنده لانه بناء على تعريف الليبل احدد ايه احسن عملية ليه. احنا هنكلم مع عملات سليب ابني هنلاقيها كتيرة. ماشي انهين احسن عملية. ولما جينا هنتكلم عن بتاع سليب ابني قولنا ممكن يبقى في النوز ممكن يبقى في النزوفاركس ممكن في الايروفاركس ممكن في العيبوفاركس. انهليبل هو اللي عامل البروبلم. لازم انتعرف انهليبل عشان تديريكت العلاج ليه. عشان تدريكت تعرف اهم حاجة اسمها حاجة تست مهمي جدا اسمه دي اي اس اي دي اهم حاجة في انك تعرف حاجة اسمها دراج انديوز سليب اندوسكوبي. ماشي? وعشان تشخص المرض لازم ان حاجة اسمها بوليسومنوغرافي. يبقى دول اهم بوليسومنوغرافي اول حاجة البوليسومنوغرافي من شكله عين بنجيبه بنعمه في المستشفى ده في مكان مسلا مجهز يعني. وانه احط له الحاجات اللي انت شايفة كتيرة لازقات الكتيرة ايه اللازقات الكتيرة دي? اول حاجة حافية حاجة عندك شايفها ايه? طلع من ايه? من سبعة. ايه حاجة اللي سبعة دي اللي هو الجهاز بتاع بيس البلس اسناء النوم. وبيسي بيشوف انت دخلت في هيبوكسي وهيبوبنيا وايه والاكسجين اللي اسناء النوم بيوصل لايه? تاني حاجة اللازقات اللي متوصلة بقى دي هتلاقي تلات لازقات. واحدة بتقيس الشخير لصوت نفسه. بتسجل الميكروفون لصوت الشخير. التانية بتقيس الهواء اللي بيطلع من البق معدله قد ايه? ماشي? وبعدين اللازقات طلع من مناخيره. اه دي اللازقات طلع من مناخيره بتقيس معدل الهواء اللي طلع من المناخير. وبعدين لازقات طلع من مخه. اه بتقيس من نشاط الكهربائي للمخه. بتعرف انت نمت ولا ما نمتش. ولو نمت في التفقى في السليب. هل انت في الرابط اي مو منت استيج ولا في ان انا رابط اي مو منت استيج. اه? اخر حاجة فيه سلك طالع من حزام حوالي الوسط وده مهم جدا بيشوف شغالة ولا فيه ولا لأ. عشان لو هو عنده ابنية. والرسبيراتوري مصل لسه شغالة يبقى ايه? يبقى ايه ابنية. لكن لو عنده ابنية. ورسبيراتوري مصل نايمة ولا جاني فيه ولا جاني فيه حاجة بتحصل. يبقى سنترال ابنية. هو اده بقى. عبارة عن ايه? ده اهو عبارة عن ان احنا بنقيس وظائف نفس اثناء النوم من خلال قياس اه دورنج نايت سليب وهنايم بالليل. بنقيس الحزام اللي حوالي نصدروا ده مهم جدا. بنسل 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 اللي هو الوصلة دي على عين عشان شوفها هي في الرابط او احنا بنستعوضها بحاجة ما ايه يجيه? ياس النشاط الكربائي للمخ عشان تعرف هو وفقانه من السليب. ده بالنسبة للبولي سمنو جرا فيه. بالنسبة للسليب عبارة عن ان المريض بيجي المستشفى. وبنديله اه بنديله حاجة تنيمه حاجة منيم يعني منيم بينام نوم عادي. ماشي? تمام بنديله دواء بنيمه ماشي? تمام ولا حاجة بتنيم? ما اللي انا سيزر اقبال عن كده حاجة فيه ايه حاجة بتنيم. في حاجة بترايخ رخ العضلات. وفي حاجة مسكنة احنا بندي له حاجة اللي بتنيم من غير ما بندي له حاجة مراخرخها العضلات. بنديره ده هو بينايم. ينايم. وبتدي يشخر. هو بيشخر اروح مدخل من زرط البقء. او في مناغيره احنا مدخله غالبا من نوزه. احنا مدخله من نوز. وبنشوف وهو بيشخر وهو بيشخر. وهو نايم. بنشوف الابستركشن حصل في انه ليبل. ماشي? حاجة اسمها دراج انديوزد سليب اندوسكوبي. دراج انديوزد سليب اندوسكوبي اسمها اختصارها دي دي مهمة جدا. ماشي? فيه تاني اسمه كفالو متر. كفال متر يعني اعملوك سريع عشان انا شوف عنده ريتروناسيا ولعنده حاجة سكيلتا لابنورماليتي مش انا لسهي لك من شوية الناس اللي عندهم ريتروناسيا ومايتروناسيا دول. دول الناس بيشخروا خلقة حتى لو ما عندوش اي حاجة ولا عنده الالوز ولا لحمية ولا عنده ايهم سوف صورة ليه بيشخر? اه ليه يا عم هو طبيعة طبيعة جسمه كده طبيعة الاسكيلتون كده فانت هتعملك سريع على الاسكيلتون. ماشي طايق? التريتمنت. نعالج الابني ازاي? زي ما انت شايف كده ده راجل تخين اهو وبيشخر. اول حاجة نروح خس شوية ولا عمل لك حاجة. ماشي? اول حاجة ودي مهمة جدا. ماشي? الويت ريتاكشن وباقيقة الحاجات دي هنحطها تحت قائمة او فيه حاجات كده مش جراحات ما هو مش كل حاجة جراحات. ماشي نجرب معاه كده نهل الوزن. ماشي? طب يفرض هو وزن ناسة الرفاية. ده الموضوع عنده اسكيلتة الابنورمانتر بتاعي اوه يبقى محتاج عملية. طب فيه حاجة تانية غير العملية فيه دواء ولا حاجة? اقل لك اه. فيه دواء اه اسمه برو تريبتلين. برو تريبتلين. برو تريبتلين ده لقوه بيلعب في بتاعت السليب. ما هم لقوه ان بتاعت الكوابيس والاحلام هي دي اللي بيحصل فيها سليب ابني. فهو بيلغي الستيش دي. بيخلي الواحد ما بينامش في ما بيخشش في بتاعت هايبوبنية هايبوبوتونية اثناء النوم دي. فبالتالي بيقلل الابنة ابتاك. فبيقلل فيه حاجة تانية غير الادوية قال لك اه لو انت بقى مش نفهم معك الادوية ولا يبقى الحل الجهاز تعويضي. جهاز تعويضي زي مسلا اللي ما بيسمعش يمين ركيب له ايه? سماع. اللي ما بيعرفش مسلا يمشي على رجل وبيمشي على عكات. اه نفس الكلام بقى. اللي اخبرك انتركب له جهاز تعويضي. ايه الجهاز تعويضي ده? زي رجل صاحبنا ده هينام. بس مش هتوصل بيه لازعاد بقى هينام في بيته وهيتوصل بيه ماسك زي ماسك كده ماسك كبير كده اه زي ماسك ضخم كده اه وهيلزعه حوالينه بقه باستيك زي ماسك بتاع الكورونا ال خمسة وسعين ده تمام? ويشده كده حوالين بقه. الماسك ده طالع منه خرطوم. الخرطوم ده بيروح بمنفاخ. منفاخ اه ايه يعني ايه منفاخ? يعني حاجاز بيدي لك الهوا عند البرجر. ليه بقى بيديك هوا عند البرجر? مش احنا قلنا ان سليب ابنية بتحصل نتيجة ان الدافرام بياخد الهوا عند البرجر عنيف. فلما يحصل عنيف بيحصل كلابس للايروي. انا همنع دي ان انا هتدي له من بره. هتدي له التنفس عند البرجر. هتدي خليه نفس دي كله هوا تحت ضغط. اه ما بتحتاجش انك تعمل اللي بيعمل كلابس. فبقى منع الكلابس اللي نتيجة ان انا بقى منع جهاز ده اسمه سباب. والجهاز ده على فكرة كلمة سباب دي كلمة مشهورة. ماشي تمام? مشهورة ولازم تكون عارفها. سباب ده عبارة عم ببساطة عن منفاخ بنحط جنب العيان وانايم متوصل بماسك. منفاخ ده طالع منه خرطوم الخرطوم نهايته ماسك ماسك بيلزاوه على بقه منخيره بقوة ويربطه باستك حواليه وشه وينام. يا له هوي بينام بماسك وخرطوم اه. ده حاجة صعبة حقيقة صعبة وانك تتخيلها عشان انت انسان طبيعي لك. لو انت انسان عندك وبستركت في سليب ابنية. والجهاز ده هيفرق معاك كتير وهيخليك تعرف تنام. هتحب الجهاز ده. هتقول لك انا ما بعرفش نام من غير بالماسك ده ابو خرطوم اللي بيتواصل بالمنفاخ. ماشي تمام? آآ عشان هيعرف هو ده اللي بيخليه يعرف ينام. ماشي من غيره بيتخنق. تمام? فالكونتينيوس بوزت بيرجر معانوك هالشكله عنيه بشوية. بس حالو. بس يركع في الاول وبالاخر ده جهاز تعويضي. يعني ايه? يعني زي اللي ما بيسمعش. يلبس سماعة لكن احنا صلحنا السماعة بتاعهم صلحناهوش. عاوز تصلح بقى الموضوع يا حبيبي للاسا بشكلك تخش عالسيرجري. بس الموضوع برشل سلكه. سلك ده. والتفكرة دايما خبرة في التسليك. يعني يعني انا لو عنده مشكلة في النوز. صلح. مشكلة في النوز وفاركس. الشي صلح. مشكلة في الورو فاركس تونسل شيل التونسل. مشكلة في شيل له. مشكلة اللسان هو. اخوار هناك فيك عمليات اسمها بشيل حاجة اسمها. مدلاين جولوستيكتوميا جرباشيكتومي. عشن حاجة اسمها بدأشي الجزء من. بشيل طب افلت بقى حاجة تاني في حاجة تانية اسمها يعني يعني بتشدي اللسان لو ادامش اللسان في عضلة كافية اسمها جد تطلع من من الانصيرفيس من وكيف اعمل اللسان لو انا عمالت شددت العضلة تاعت دي القدام. لشان هشد اللي سانده قدام. فدي اسمها جينيو جلوسس ادوانسمنت. ماشي? هشلو اللوت. هشلو اللحمية. تعم? وصلح له ملاخير. وفي عملية كان زمان اسمها يوفيولو بلاتو فارنشيو بلاستيك. تتعمل زمان. كان بيقول لك مش التونسل واليوفيلا والبلت والتونسل هم من دول اللي بيحصل لهم مع التنفس وبيعملوا بشاكل هشلهم لك كلهم على بعضهم. هشل لك اليوفيلا. بالبلت. بالتونسل والتونسلر بيلر. هشل لك كان بيشيل كل حاجة. كان بيشيل اليوفيلا والبلت وبيلعب في الفاركس. يقول لك انا لما بيشيل الحاجات دي كلها العيان يفتح. طبعا الكلام ده ايه? كان قديم وايه? وتغير دلوقتي. النظرة بتاعة اليوفيلا وبالتو فارنشيو بلاست دي تغيرت. بس الاعملاء دي مشهورة جدا 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 عند لك هده كدري تنفوزهم. ولازال حتى معانا احنا بنعملهاش بكلاسيك. بس لما نيجي نقول لها انا هنعمل لك حاجة اسم ايوفيلا وبالتو فارنشيو بلاست. لما نيجي نكتب اسم العملية بالانجليزي بنكتب ايوفيلا وبالتو فارنشيو بلاستي. معان العملية نفسها جامدة. جامدة والنتائجها مش حلوة. ايه تاني في السيرجري? قال لك الالعب على الماندبل. قال له يلعب على الماندبل? اه. مش الماندبل راجع داف الناس اللي عندهم ماكروناسيا وريتروناسيا طول له الماندبل. طول له الماندبل. انت تعرف يعني ايه طول الماندبل? يعني اكسره. اكسر الماندبل ورح مطلعه لقدام ومرجعه في الوضع الجليل واسبته بشراحة ومسامية. يعني بدل ما ربنا خلي لك الماندبل عضمة واحدة عملها لك ثلاث عضمات وهو ربطهم بشراحة ومسامية يعني يا ربيا. طبعا عملية بالسهر. ماشي تبا? انك تلعب على الماندبل الطبيعي اللي ربنا خلقه. عضمة واحدة كتلة واحدة كده تقسموا حتت وقتها. ماشي? طيب. اه بس هو علاج الناس اللي عندها مايكرو ناسيا. في حكس ما هيوز صعبة اشرح لك يعني ايه? بس اعرف انها من ضمن الحاجات سليب قابنية. اسم العملات كلها طبعا مش عليك بس اعرف ان الطالبة فيها عمليات كتيرة يبقى فيها كتيرة يبقى فيها نوع كتيرة في ناس كتيرة في واحد بيبقى مشكلته الطنج واحد مشكلته الماندبل واحد مشكلته اليوفلا والبلد والتونسلز واحد مشكلته النوز. فعز عارف انا المشكلة بتعمله عشان تعرف المشكلة عنده مالي فين. ماشي? ده بالنسبة مرض مهم جدا جدا جدا. والمرض ده آآ كومن. كومن قوي. ناس كتيرة جدا بتشخروا. يعني لو قلنا مسلا عشرين في المية من البشر بيشخروا بالليل هو من ايمين. هتاخد العشرين في المية دول هتلاقي منهم حوالي ربعهم مسلا يبقى دخلت في خمسة في المية من البشر او حوالي عشرة في المية من البشر عندهم ابنية سندروم. ماشي? اللي ابنية سندروم دي هي اللي عم جابت له لما كبر بقى هو هي اللي جابت له الضغط. ماشي? نضمن نظرات مهمة للضغط. وهي اللي جابت له مشاكل في القلب. وهي اللي جابت له مشاكل كتير جدا. وهي اللي ما اثرة على حياتهم. خليها مش مركز بوصاحه. خليها حياتهم مش كويسة. طبعا? عنه مشاكل مع مراته. الكلام ده حقيقي فعلا. ابنية مرض مهم جدا جدا جدا. طبعا? لازم نخطه في دماغنا لانه احصاره جمدة جدا. وهي نعم هو علاجه صعب بس لازم ان يتعالج. ان شاء الله يركب السباب. يركب الجهاز اللي هو عامل زي الملفاخ اللي احنا قلنا عليه ده. ماشي? ده مرض اللي بقى. نخش على آآ بقية نكمل بقية الامراض المسلينيس او مش هكملها لكلها طبعا. انا هديك المرض التاني وهقف. ماشي? ليه بقى? لانه بقية الامراض البلات والسويلنج والحاجات دي كلها لاما تجمعات تجمعات اراها سهلة جدا مش متاج شرح. لاما موضوع احنا دايما بنحذفه لقول زي البلات ده موضوع موضوع غلص وصعب واسمي سيستة اول مرة تسمعانها ولكن دايما دايما بنعتبره على طالب سنة ربعة. فالبلات اللي سويلنج مش هشرحها لانها فانا هجلمك على الدرس ده اللي هو او وهيبقى اخر درس ليك في الفاركس. ايه بقى اولا انا اقول لك سيرة في حاجات كتيرة قوي في الفاركس. ماشي? ايه دي ماشي? ده اسم اللي موجود هنا? ايه اللي ده? احنا لو بتفتكر احنا وقلنا ما باينة النيزو فاركس وما باينة النيزو فاركس هو ما بينة النوز Judaism دي اسمها الكوانا. المنطقة دي اللي انا برسمها دي اسمها الكوانا. الكوانا هي ما بين النوز والنيزو فاركس حاجة اسمها الكوانا. الكوانا دي جدران وكلها عظمية. نهايته نهاية الهارد بلت. وماشي وماشي مع ونهاية والسفينويد. حاجة عظمية لها مقاس محدود وسابت. ماشي. اه وهو ده اللي بيبصل ما بين النوز والنيزو فاركس. ما بين النزوفاركس والاوروفاركس في سفنكتر بيفصل بينهم فعلا بس السفنكتر ده بيفتح ويقفل بيفتح ويقفل حسب الفانكشن. السفنكتر ده بيتكون فين? بيتكون في البستيريور اند بتاع السوفت بلات نهاية الماس كتلة الماس بتاع السوفت بلات لما بترجع الورا وتقابل البستيريور فانجل وعند حتة كده رينج معينة ماشي رينج دي معمولة من المنطقة دي هي دي السفنكتر بتاع الفانجل السفنكتر اللي بيتكون نتيجة زبلات الماسل مع الفانجل الماسل فبيفصل عن الاوروفاركس هو ده الفانجل السفنكتر لو حصل فيه هيحصل مشكلة ماشي هيحصل مشكلة ايه بقى المشكلة دي قال لك? طبيعي ان الانسان لما ييجي ياكل ويشرب ويقعد ياكل ويشرب في الاخر بيعمل ايه? بيضطر انه يبلع. بيعمل ايه? بيخلي البولاسوفزة يخلي الاكل اللسان يزقق الورا والسوفيكس يفتح فالاكل ما بيلاقيش سك غير انه ينزل لتحت تهام? طيب لو انت عندك في دفكت فوق هنا يعني جي اللسان يرجع الورا عشان يزقق الاكل للورا طالع ان في دفكت فوق الواصلة اللي بين السفنكتر والنسوفركس مفتوحة. ايه اللي هيحصل? الاكل بدل ما ينزل لتحت هيطلع لفوق او الجزء هيطلع لفوق وجزء هينزل لتحت. ليه? نتيجة انه مفروض اسنقى اللسان بيراجع الاكل الورا والسفنكتر الفودا بيفل فما يليش مجرى طبيعي الاكل غير من ينزل لتحت. لو انت عندك دفكت هنا هتيجي تاكل الاكل هيرجع من منخيرك. دي اول فانشن الاسفنكتر دي ساعة الاكل. الوظيفة التانية الاسفنكتر دي ساعة الكلام. لما تيجي تنتقى الكاف والجيم. حاجة اسمها الكونسنانت. الكونسنانت دي خاصة الكاف والجيم اك اج. هتلاقي ان البلد بتاعتك كنت بتقول اك واج. جربة كده تلاقي البلد بتاعتك طلعت لفوق. وعملت تمنع نقطة الهواء انها تخش في المناخير. فكل الهواء بتاعك لما تيجي تنتقى اك واج. ليه موقفوا عند الحتة دي مش عارفين يخشوا المناخية. ليه? لان ساعة نقطة الحروف دي البلد لازم ان يفصل النيزوفاركس على الاوروفاركس. لو انت عندك مشكلة في الاسفنكتر دي هتيجي تنتقى الحروف دي هتلاقي الكاف والجيم طلعه من منخيرك. اك اج. مش ايه صعب انك تقلدها. اللي هو صوت المخنف اللي هو بتكلم من منخيره. ماشي اتقام? فدي الوظيفة التانية للسفنكتر يبقى الاسفنكتر نورمالي. كومبوليت كله جارفزا فيلوش بيحصل في حالتين. ساعة البلع. اثناء نقطة زي الكاف والجيب. لو انت عندك مشكلة في الاسفنكتر دي هتظهر المشكلة دي اثناء الاكلة في شكل اثناء الكلام في شكل حاجة اسمها فيلو فارينجا للسفشلسي. نتيجة مرور الهوى اثناء الكلام من الاسفنكتر او اسناء البلع هتظهر لك سورة هيمر الاكل او بالزات السوائل بالزات السوائل ثم السولد اثناء الاكل هيروح وطلعين على المنخير. ايه اللي خلى السفنكتر ده? السفنكتر ده ماسكولار سفنكتر ماسكولار سبيز ايه اللي خلى ما يقفلش? اكيد فيه في المصل دي مش شغالة. ممكن تكون سليمة بس مش شغالة ضعيفة فيها مشكلة. وممكن تكون خربانة فيه الدنيا مفتوحة حتى لو المصل شغالة فيه فيه مصيبة. فيه مصيبة فيه انا حاجة اناتوميكل يبقى لاما يكون حاجة اناتوميكل لاما حاجة فانكشنال. فيه اناتوميكل لاما فيه فانكشنال تبص على العيان في الفحص زي الفول بس المصل مش شغالة. ليه المصل مش شغالة? هنركع لنفس التأسيمة اللي احنا بتعودين عليها. ماشي? كون فيه حاجة اسمها يعني يعني العضلات مش مكتملة النمو مش اللحمين مع بعض كويس وان كانت ظاهرا مفيش كليفت ظاهر ميوكوزة سليمة. بس البلد فيه البلد عضلاته مش لحمة مع بعض كويس حاجة اسمها العيان اللي عنده لو تبتكر ولا ممنوع انك تعمل له وهي دي الخدع اللي ممكن بتحصل لك تيجي تعمل له اللي عنده البلد خربان نتيجة ترومة سواء ترومة من قبل كده او شرب بطاس ولا شرب حاجة المهم من ترومة البلد بتاعه ما بقاش واحد جالوا في البلد واحد جالوا بغض النظر على اسباب بس كزي ما انت شايف هتلاقي فيه فيه بالضل الاسباب سواء نيورجينيك باراليسز او زي على اسباب ليه علاقة بالنيرب والمسل ماشي فبالتالي فيه اسباب كتيرة انا مش عايزك تعرف اسباب هاوي لكن عايزك تعرف لي حتة دي ده ده اكبر خدعة ممكن تقابلها وانت بتعمل عملية لو عيانا عندي اياك تعمل له لانك لو عملت له هيزهر عنده هيزهر عنده اللي كانت اللي كانت مداري عليه ماشي تمام طيب اه خدش بقى على البلد اه موضوع ده لا الموضوع ده فيه حاجة خار ما البلد ايه الحاجة اللي خارمى البلد دي برض كونجينتال تروماتيك انفلاماتري كونجينتال هموم الكليفت بلد الحقيقي بقى الكليفت بلد اللي قال بلد ما فيش شوخ فاشخة جامدة اكيد بقى مفيش بلد بقى ما تقوليش ماصب ده البلد مش موجود كونجينتال الكليفت بلد او ترومة عنده آآ نتيجة ترومة حصل للبلد او نتيجة حصل للبلد زي السيفاليس او اسكار وكلام من ده الاسباب انا مش عايزك تعرف تفهم المرض اه وكزلك الانفستيجيشن والتريتماد الكلام ده كله ده مرض احنا بنعتبره مش تابعا عن فوزن بيور تابع على حاجة اسمها التخصص الفونياتريك او التخاطب فبقى عطل الدكتور التخاطب او الفونياتريك يعمل له حاجة اسمها سبيتش افالويشن باي فونياتريك سبيشياليست ماشيه تمام؟ الدكتور بتاع الصوتيات او امراض التخاطب تمام؟ 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 اللي ممكن ايه؟ يعمل له الحالة دي وساعتها بقى يعمل بقية الفحصات اللي انت مش مهمة هدخلك في تماثيلها اه اللي بتخش بالمنزار بتشوف منظر هو بيقفل الفحص ده مهم جدا على فكرة وتخش بالمنزار وتشوف منظر هو بيقفل وتشوف هو مش عاوز يقفل ايه؟ ولو هو مش عاوز يقفل مش عاوز يقفل بانه الشكل اللي هو اشكال ولو حاجات وتعزيمات طبعا مش عليك ماشي طيب ده بالنسبة بعد ما انت حددت شكل المرض بالزبط وطبيعته ايه بالزبط هتعالج 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 زي يجرب معالة عند نفس الدكتور بتاع التخاطب خليه قعد يحاول معها سبيتش سيرابي يديه شوية تمارين ويقعد ينطق شوية كلمات ويقعد يتدرب يدرب نفسه على ان ينطق الحروف اللي هو مش قادر ينطقها ده هو منفشل سبيتش سيرابي هتضطر تعمل لي سيرجيكال تريت ميت ايه؟ سيرجيكال تريت ميت مش عليك اسام العمليات المهم بلاستي وحاجات كلا مش مش هتعبك بيها بس هي بتصالح بالسيرجيك. ده بالنسبة ده قلت عشان هو مهم جدا ماشي? اه انك تفهمه يعني اه باية الدروس اللي هي اللي هي اللي هي كل دول مش هقولهم البلاتة بالزات موضوع يعني المواضيع اللي فادي انت ممكن بتقراها البلاتة ده موضوع صعب. فمش تقراها الا لو عليك في سنة ربعة انا شايف نتطلب سنة ربعة عدوان صد عليه البلاتة دي كلها عدوان صد عليه. ماشي تمام? فده بالنسبة للفارس كده احنا خلصنا الفارس. نهاية الفارس خلصت وان شاء الله في التسجيلات الجاية هنكلم على بقية الحاجات اللي نقصانة ان شاء الله على حسب ايه الاحتياجاتكم ان شاء الله بتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم وبركاتكم وبركاتكم.